أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزارة المقر أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل طيب الله ثرى قد نجح في تغيير سياسات عالمية وتمكن بتوجيهات ملوك وقادة المملكة العربية السعودية شقيقة أن يعزز من تأثير القرار الخليجي في السياسات الدولية فيما أشار مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن تكريم البحرين للأمير سعود الفيصل هو أحد أوجه الصورة الجميلة للعلاقات بين البلدين وعمق انتماء كل منهما للآخر وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر لقضبية صباح اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وأخاه صاحب السمو الملكي الأمير ترك الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بمناسبة زيارتهما للمملكة لحضور حفل تدشين إطلاق اسمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل طيب الله ثرى على أحد أهم الشوارع الرئيسية بمملكة البحرين وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الكريمة لسموهما إلى المملكة وما تحمله من معاني الأخوة والمحبة التي تجمع بين البحرين والسعودية وشعبيهم الشقيق مشيدا سموه بما تجسده علاقات البلدين من نموذج راسخ وفريد للعلاقات الأخوية التي بناها الأجداد على أساس صلب من المحبة ووحدة الهدف والمصير المشترك واستذكر سموه بكل العرفان والتقدير المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه مملكة البحرين وشعبها مؤكدا سموه أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هي سند الأمتين العربية والإسلامية ومواقفها التاريخية تشهد على عطاء لا ينضب في الوقوف إلى جانب الحق والعدل والذود عن كرامة الأمة وسيادتها وقال سموه إن الله سبحانه وتعالى حبى المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة حكيمة وواعية تعمل منذ عهد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى عبد العزيز آل سعود على لم الشمل وجمع الكلمة ونصرة القضايا العربية والإسلامية فاستحقت ما تبوأته من مكانة في قيادة العرب والمسلمين لما فيه خير أمتهم وشعوبهم وأكد سموه أن الأمير الراحل سعود الفيصل رحمه الله جسد امتداداً لنهج آل سعود الكرام ومواقفهم التاريخية المشرفة تجاه البحرين وشعبها وأن ما بادرت به مملكة البحرين من إطلاق اسمه على أحد شوارعها الرئيسية تقديراً وعرفاناً ووفاءاً للراحل الكبير له تعبير صادق عما تكنه له من محبة واحترام وترجمة لما له من مكانة خاصة في قلوب قيادة وشعب البحرين واستذكر سموه ما سجله الفقيد الراحل من مواقف خالدة تجاه البحرين بدفاعه عن قضاياها في مختلف المحافل مؤكداً سموه أن الفقيد الراحل سيظل حاضراً في وجدان شعب البحرين وسيظل التاريخ يردد اسمه كنموذجاً للشجاعة والإخلاص في خدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات مبدياً سموه ارتياحه لما يشهده مسار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين من تطور وتقدم في كافة المجالات بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقة من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز زال سعود أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولمملكة البحرين قيادة وشعباً على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال بما يؤكد عمق روابط الأخوة والمصير المشترك التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وأكد سموه أن تكريم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز زال سعود من ليس بغريب على ما تتميز به مملكة البحرين وقيادتها وشعبها من صفات نبيلة وقال سموه إن تكريم الأمير سعود الفيصل المعروف بدعمه للقضايا العربية والإسلامية والمواقف التاريخية المشهودة منذ أن تولى المسئولية هو تكريم لنا جميعاً فالبلدين أشقيقين شعبهما واحد ومصيرهما واحد وحاضرنا يدل على توحرنا ومسيرة تعاوننا ماضية حتى تكون العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً يحتذا به لجميع دول العالم وأشهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بالنقلة الحضارية والتنموية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات تعد مثالاً في النمو والتطور معرباً عن تمنياته لمملكة البحرين باستمرار رخائي وأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار